ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ثم أخبر الله تعالى على منته العظيمة على عبده ورسوله عيسى ويعلمه الكتاب قال العديد من المفسرين الكتاب هو الكتاب والخط لأن الكتاب من أعظم نعم الله على عباده قال الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال البعض المراد بالكتاب هو جنس الكتاب فيكون من باب ذكر الخاص بعد العام قال البعض المراد بالكتاب هو الزبور وقيل بل هو كتاب غير الطوراة والإنجيل علمه الله عيسى عليه السلام وقال آخرون الكتاب هو القرآن الكريم لأن عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان ويكون من المسلمين والحكمة والحكمة هي السداد في القول والفعل والعمل ووضع الأشياء موضعها الصحيح وتعريم العلوم وتهذيب الأخلاق لأن كمال الإنسان في أن يعرف الحق لذاته والخير لأجل العمل به ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وقال من فصر الكتاب بالقرآن الكريم الحكمة هي السنة النبوية الشريفة والطوراة وهي التي أوحاها الله إلى موسى عليه السلام وما فيها من أسرار عظيمة وعلوم كثيرة والإنجيل وهو الكتاب الذي أنزله الله على عيسى عليه السلام أراحظ معي أخي الكريم من علم عيسى عليه الصلاة والسلام هو خير معلم وأشرف معلم هو الله وبذلك يكون قد حاز على الغاية القصوى والمرتبة العليا في العلم والفهم والإحاطة جزاكم الله خيرا ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل